في الصورة أمامك مجموعة من الفرنسيين يأكلون وجبة فرنسية اسمها أورتل وأثناء أكلهم لهذه الوجبة يقومون بتغطية رؤوسهم بمناديل لأنه على حسب وصفهم يختبئ من الله سبحانه وتعالى في السماء بسبب الوحشية والقصوة التي يتم بها صنع هذا الوجبة هذه الوجبة تجهز وتقدم للزبون حيث يتم أسر نوع من العصفير المغنية اسمه بالبل الشعير بعدما يتم أسره بنجاح يتم فقأ عينيه أو انتزاع عينيه أو حتى تسبب له بالعماء وهو حي بأي شكل من الأشكال ثم يتم إطعامه بشكل مكثف ليل نهار لمدة 14 يوم تقريبا لغاية التسمين ثم يقوم الطاهي بأغراق طائر في نوع من الخمور وهو حي حتى يموت غرقا بعدها يتم شوائه بالكامل بالريش والعظام ويتم أكله كذلك بالكامل تخيل معي أن هذه الوجبة التي تتضمن كمية كبيرة من الوحشية والقصوة على الطائر وهو حي بشكل مفزع لدرجة أن الذي يأكلها يغطي وجهه مستخدم وخجولا من نفسيه تعتبر واحدة من أرقى الوجبات في فرنسا هؤلاء الذين يطبخون هذا الطائر المسكين بهده الوحشية ويأكلونه هم أنفسهم الذين يهاجمون المسلمين بشتى الأوصاف في عيد الأطحى وفي رواية أخرى عن الأورتولان تقول الأورتولان معروف بشكل خاص بسبب طريقة تحضيره وتناوله تقوم عملية أعداده بتغذياته بكميات كبيرة من الحبوب والبذور في فترة معينة من العام يتم وضعه في قفص صغير مظلم لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع حيث يتم الإصراف طعامه لزيادة وزنه وتغيير نفهته بعد ذلك يتم قتله عن طريق الاختناق أو الضرب على الرأس ثم يتم طاهيه وتناوله بالكامل مع الرأس والجناحين في فرنسا تم تجريم صيد الأورتولان في عام 2019 بموجب القوانين البيئية وقوانين حماية الحياة البرية ويعتبر الأورتولان الآن نوعا مهددا بالانقراض وهذا هو السبب في أن عملية الاستهلاك والبيع غير قانونية في فرنسا ومع ذلك لا يزال هناك عدد كثير من الناس يستهلكونها بشكل غير قانوني في مناطق محدودة تثار العديد من المخاوف والانتقادات بشأن استهلاك الأورتولان منها قضايا الرفق بالحيوان وحقوق الحيوان وتأثير السلبي على البيئة ومن المهم التأكيد على أن استهلاك الأورتولان غير قانوني ويعاقب عليه في فرنسا ويجب احترام القانون وحماية الحياة البرية والتنوع البيولوجي من الجدير بالذكر أن هناك جهود مبذولة للحفاظ على الأورتولان وتعزيز وجودها في البرية الجهات المعنية تعمل على زيادة الوعي بأهمية حماية هذا النوع وتعزيز استدامة البيئة كما يتم العمل على توعية الناس بأضرار استهلاك الأورتولان غير المشروع وتشجيعهم على اتباع سلوك غذائي مستدام وأخلاقي عندما يتعلق الأمر بمثل هذه المسائل الحساسة يجب أن نكون مدركين للقضايا البيئية والاجتماعية والأخلاقية المرتبطة بها يجب أن نسعى جميعا لحماية الحياة البرية والحفاظ على تنوع البيولوجي لضمان استدامة كوكبنا للأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر